تعال بقى نروح على الخبر التاني اللي انا سعيد بيه فرحان بيه مبسوط منه فخور بيه بمقدمة بسيطة الثقافة المصرية بشكلها العام وبروافدها المختلفة دايما هي الثقافة الام لما طلع مصطلح فجر الضمير وام الدنيا ومهد الحضارات ما كانش طلع زمان من فراغ خالص يعني ليه مش طلع من فراغ لانه هو واقع مصر كانت طول الوقت مش مجرد حتى منارة مصر كانت هي الشمس الشمس اللي بتنور عقول البشرية ربنا سبحانه وتعالى اراد كده اختار كده وضع في هذا الشعب وهذا المجتمع وهذا التنوع الثقافي اللي استحالة تلاقيه ولو في بلاد المهجر المشهورة في العالم زي امريكا او زي استراليا الى اخره بالرغم ان احنا مش بلد مهجر لكن وقعنا وتاريخنا ادلنا تنوع وخاليط ثقافي غير مسبوق ولن يتكرر بالمناسبة ويمكن ده جزء من الاجزاء المهمة جدا في تكوين الشخصية المصرية في التكوين الوجداني بتاع المصرية في وجهة نظري التميز العقلي والابداعي اللي موجود عند المصرية وما فيش حد هيعرف يباري مصر ولا المصريين في ذلك وبالتالي محدش دايما هيقدر يباري الثقافة المصرية ولا حد هيعرف يباري الفن المصري ولا حد هيعرف يباري مصر كمركز إشعاع لشمس الحضارة على سطح هذا الكوكب فلما يبقى النهاردة أستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيوقع بروتوكول تعاون مع نجمنا الكبير المخرج المصرحي والممثل وصانع النجوم بالمناسبة وصانع الفرق المصرحية المهمة ومقدم المصرح اللي دايما مصرح محترم طول الوقت مصرح كبير طول الوقت مصرح يملى العقل ويبني الوجدان طول الوقت الأستاذ محمد صبحي لإنتاج البرتوكول ده لإنتاج مجموعة من المصرحيات كمان بيتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدربهم للعمل في مصرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ده جاي في إطار دعم الشركة المتحدة للمصرح المصري دعم الشركة المتحدة للثقافة المصرية دعم الشركة المتحدة للفن المصري الهادف المهم دعم الشركة المتحدة لوحدة من أهم القوة اللي بتمتلكها مصر قوتها النعمة هذا الدعم أثمر قبل كده لو تتذكروا عن إنتاج أعمال مصرحية مع نجوم زي أشرف عبد الباقي على سبيل مثال وإنتاج أول مصرحية من بطولة أصحابنا القادرين باختلاف مصرحية كنز الدنيا إن كنتم تتذكروا اللي مش فاكر أدينا بنفكروا وبنذكروا فأنا فعلا مش هزار من قلبي والله العظيم سعيد سعادة بهذا البروتوكول